بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكور بديل الرخام وبديل الخشب من اجمل وارقة واشيك الدكورات اللي موجودة في الوقت الحالي واحدث ديكور تقدر تعمله في بيتك والنهاردة ان شاء الله هنقول لكم على الطريقة الافضل والاحدث لتركيب ديكور بديل الرخام وبديل الخشب في البداية يا جماعة بنبدأ نجاهز بديل الرخام زي ما انتم شايفين بنجاهز قطعة قماش وبنفرش على الارض وبعد كده بنحط عليها اللوح وبعد كده بنبدأ نضيف سيليكون العضم زي ما انتم شايفين سيليكون العضم بنضيفه على ظهر اللوح زي ما انتم شايفين ووش اللوح بيبقى على القماش عشان ما يتجرحشه وما يتخدششه ولا حاجة من الكلام ده تمام بعد اضافة سيليكون العضم والانتهاء منه بعد كده بنشيل اللوح بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده بالزبط طبعا لازم يكون في حد معاك او في شخص تاني معاك وبتشيلهم اللوح بنفس الطريقة اللي انتم شفتوها واحد من على يمين اللوح والاخر من على شمال اللوح وبأديكم الاتنان وبتشيلهم بنفس الطريقة اللي انتم شفتوها وتكونوا خارسين جدا 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 لان اللوح ده يا جماعة بيبقى سهل جدا الكسر بيبقى سهل الكسر فلازم انتم بتشيلوه هتشيلوه بنفس الطريقة واحد من على يمين اللوح والاخر من على شمال اللوح وبتشيلوه وبتبدأهم تحطوه على الحرط بنفس الطريقة تبدأهم من تحت تبدأهم تطبعوه على الحرط من تحت وتخدموه على الحرط من تحت وتبدأ تلزقوه زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة طبعا هو اول ما انت يعني بتبدأ تلمس الحرط بخلاص بلزق يعني على طول ما بيتحركش شمال ولا يمين بتبدأ بعد كده ان انت تطبعوه بايدك زي ما انتم شايفين كده بالزبط بعد ما بتحط اللوح على الحرط تبدأ بقى تضغط عليه بايدك كده زي ما انتم شايفين او لو معاك مثلا شاكوش جلد وتضغط عليه او تدق عليه بس لازم تكون حريص وانت بتضغط او بتدق بالشاكوش الجلد عشان اللوح ما يتكسرش منك ما معاكاش شاكوش جلد ما فيش اي مشكلة خاصة تقدر تطبع بايدك زي ما انت شايف كده بالزبط وطبعا يا جماعة مقاسات بديل رخام مقاسات ستندرد العرض بيبقى متر اتنين وعشرين سنتي والطول بيبقى اتنين متر وتمانين سنتي السمك بتاعه بيبدأ من تلاتة ميلي ممكن لحد خمسة ميلي او نص سنت بعد كده طبعا بنضيف السيليكون على عود الاستيل اللي هيبقى الفاصل بين بديل رخام وبديل الخشب عود الاستيل ده يا جماعة لون فضي وعرضه تلاتة سنت طبعا ضيفنا السيليكون العضم وبعد كده بيتم تركيبه جنب بديل الرخام زي ما انتم شايفين بعد كده بنبدأ نركب بديل الرخام طبعا بديل الرخام ده المقاس بتاعه استندرد الطول اتنين متر ثمانين سنتي ولكن العرض بيختلف العرض بيبدأ معك ممكن من عشرة سنتي او من اتناشر سنتي لحد اشرين سنتي او ممكن خمسة عشرين سنتي او ما يزيد كل يعني كل مكان او كل بلد يعني على حسب طريقة تصنعها او طريقة تصديرها تمام وبنبدأ نركبه بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين طبعا انا احنا بنركب بديل الرخام ركبنا اللحين وهنركب اتنين بديل خشب بجوار اللوح من هنا من على اليمين ومن على الشمال دكور جميل جدا 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 يا جماعة وسهل جدا جدا ما فيش فيه اي صعوبة ولكن عليك بالحذر والحرص يعني تكون حذر وحريص وانت بتركب لوح بديل رخام ولازم يكون حد معاك عشان ما يقابلكاش مشكلة فيه او يتكسر منك طبعا احنا هنا بنركب بقى ايه شريح بديل الخشب زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعة الجنب ده سبحان الله طوله اتنين متر تمانين سنتي او اتنين متر واحد وتمانين سنتي فاحنا اه طبعا ما قصناش اه من بديل الرخام ولا بديل الخشب ولكن في فيديو سابق على القناة اه تقدر تشوف منه برضو اه الطريقة بالتفصيل كاملة طريقة اه قص بديل الرخام وبديل الخشب وتفريغ قلب الكهرباء والكلام ده كله تمام اه طبعا هنا بقى الحمد لله اه بعد الانتهاء من العمل والرجل ده بيقول لكم يا ريت اعملونا لايك للفيديو طبعا هنا بقى بنبدأ اه نشيل بقى الاستيكر اللي على الاستيل الفضي و اه بنبدأ نشيل المشمع او الاستيكر اللي بيبقى اه محتوط غلاف على بديل رخام زي ما انتم شايفين ديكور جميل جدا وشيك جدا في منتهى الشياكة والاماركة والجمال ديكور عصري تقدر تعمله في بيتك هو ممكن يكون اه مكلف شوية ولكن حاجة شيك جدا وراقع جدا و اه افضل الاماكن ليه بيتعمل خلفية شاشة يعني لو عملته خلفية شاشة بيبقى اه شيك قوي 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 وبيبقى افضل اه من مكاتب الجبس برد والحاجات اللي زي كده اه سيمبل وشيك جدا وسهل وبسيط و اه هادي جدا وبيدي زق ورقي للمكان طبعا هنا بقى بنشيل غلاف كامل اهو و اتمنى الدكور ده يكون عجبكم او الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واتمنى يكون ما طولتش على حضراتكم ولو في اي تأثير من ناحيتي اه سامحونا طبعا هنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اه شكل بديل اللخام الجنب كامل بعد الفينيش شايفين اللمعة وشايفين الضي وشايفين الرونق حاجة شيك جدا 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 بسم الله ما شاء الله طبعا بديل اللخام ده يا جماعة موجود منه اشكال والوان كتير جدا كل حاجة حسب زوقك انت شكرا للمشاهدة شكرا للمتابعة واليد تعملونا اللايك تدعمونا للفيديو ده وتعملونا الشراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد في عالم الدهنات والذكرات الحديثة اسف جدا لكم على الاطالة وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة